ومشاهدين النهاردة أو دلوقتي عن معجزة الإسراء والمعراج وكل معجزة بيكون لها ظروف ممهدة لها بيكون لها سبب في اختيار هذا التوقيت بالتحديد بيكون لها أيضا مواقف مترتبة عليها فيما بعد منها رحلة الإسراء والمعراج اللي هنتكلم عنها النهاردة مع ضفتنا الداعية منال المسلاوي اللي بنرحب بيها كل سنة وحضرتك طيبة وحضرتك طيبة والخير وسحة وسعيدين أي معلومة حاسقة لحضرتك طبعا والحضرتك أنك تقولي أنها صح أو لا ده تخصص حضرتك أي معجزة لحظت يعني أن بيكون لها ظروف ممهدة لها بيكون لها أسباب التوقيت مش بيكون عشوائي عايزين نعرف المواقف اللي مر بيها رسول صلى الله عليه وسلم قبل هذه الرحلة مما قدت إلى ظهور هذه المعجزة في هذا التوقيت بالتحديد الحمد لله الذي أسرى بعبديه ليلا من المسجد الحرامي إلى المسجد الأقصى وصلى الله وسلم وبارك على خير من لجأ إلى الله عز وجل بضعفه يشتكي قوة ضعفه وقلة حيلته وضعفه فكافأه ربه صلى الله سبحانه وتعالى مكافأتين مكافأة أرضية وأخرى سماوية فكان للرسول صلى الله عليه وسلم هذه المكافأات تشريف وتكريما له أولا كل سنة وحضرتك بخير وطيبة والسادة المشاهدين والأمة العربية يا ربي الخير وبمناسبة الأيام الطيبة اللي احنا فيها وفي أحسن حال يا رب جميعا إن شاء الله في مواقف معينة ممكن حضرتك تذكريها إن شاء الله هو أي معجزة بيبقى لها تمهيد يعني ما بتبقاش جات من فراغ كده فكان يعني معجزة الإسراء والمعراج بدأت من قبل الواقعة نفسها التمهيد لها فكان يعني التمهيد للواقعة بدأ من أحداث الطائف أولا في عام يسمى بعام الحزن مر بي الرسول صلى الله عليه وسلم كان عام صعب جدا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم العام ده فقط فيه اتنين من يعني اللي هما كانوا العون واستند ليه فقط سيدنا أبي طالب وهو عمه وإحنا طبعا عارفين إن الرسول صلى الله عليه وسلم ملد يتيما ورعاه جده ومن بعد جده تولى عمه أبو طالب رعايته فكان بالنسبة له هو الحصن الحصين المدافع عن الدعوة الإسلامية ما كانش حد من كريش يجرؤ أن يقترب من الرسول صلى الله عليه وسلم في وجود عمه أبو طالب وفات سيدنا أبي طالب كانت بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم هزة نفسية كبيرة جدا أصرت على نفسيته لما أصبوا من الألم والحزن فكان سيدنا أبي طالب هو الحصن اللي بدفع عن الرسول صلى الله عليه وسلم والحماية ليه فبوفاة سيدنا أبي طالب أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم مستهدف من أعداء الدعوة الإسلامية اللي هم أهل كريش فتعرض الرسول صلى الله عليه وسلم لأزة كبيرة جدا بالإضافة إلى هذا في هذا العام أيضا تعرض الرسول لأزمة يعني أكتر يعني مر بيها أصرت على نفسيته أكتر وهي وفاة السيدة خديجة رضي الله عنه طبعا السيدة خديجة كلنا يعني التاريخ حافل بمواقفها الكبيرة في الدعوة الإسلامية وهي أول من لجأ إليها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي لأن الوحي برضو لما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو معجزة في حد ذاته فمعجزة لا يستطيع أحد أن يصدقها فلجأ إليها فصدقته ووقفت معاه وسندته فكانت برضو السيدة خديجة يعني إيه لا من المعزة الحضن الدافئ التي كانت تحتضن ألام الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت تدعمه نفسيا وتدعمه بالمال وبالقوة وبالستند وبالحنين وهي يعني زوجته وعشرة السنين وأم أو لا أنجب منها البنين والبنات فكان لوفاة السيدنا أبي طالب والسيدة خديجة رضي الله عنها أثر كبير جدا في نفسية الرسول صلى الله عليه وسلم فبدأت كريش تنال من الرسول صلى الله عليه وسلم فترك كريش وخرج إلى الطائف يدعوهم إلى الدعوة لعله يجد من يستجيب عليه ولكنه للأسف عمر معاملة قصية جدا من أهل الطائف فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى الله عز وجل ويشتكي والدعاء كلنا عارفيني واللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وبدأ يدعو الله عز وجل بما يعاني منه من ألم فكانت الأحداث دي كلها تمهيد لأن ربنا سبحانه وتعالى هيكرم الرسول تكريم كبير أو لم يكرم به نبي مرسل ولا ملك منزل من السماء فكانت حادثة الإسراء والمعراج بمثابة جبر خاطر للرسول صلى الله عليه وسلم من الأحداث القصية التي مر بها فكان هو ده التمهيد اللي مر به الرسول صلى الله عليه وسلم فجبر الله خاطره نتكلم عن رحلة الإسراء والمعراج بس عايزة أسأل سؤال إذا كان هو مشروع رحلة الإسراء والمعراج من المسجد الحرام ثم إلى المسجد الأقصى ثم إلى السموات العلا فليه ما كريتش من المسجد الحرام إلى السموات العلا على طول يعني بدون المرور إلى المسجد الأقصى كثير جدا بيتبادر فيها الأزهان يعني ربنا كان قادر يعرف بالرسول صلى الله عليه وسلم مرة واحدة من المسجد من مكة إلى السماء العلا وكثير جدا بيشككوا في النقطة دي هنقول إن الإسلام لما نزل في كريش على الرسول صلى الله عليه وسلم في مجتمع ضيط مجتمع كريش وإحنا كلنا عارفين إن رسالة الإسلام رسالة عالمية فكان خروج ربنا سبحانه وتعالى بالرسول صلى الله عليه وسلم من مكة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى المسافة دي كلها ربنا عايزي يدي رسالة للناس كده إن الإسلام مش لأهل الكريش بس الإسلام رسالة عالمية فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم أسرة به وكان في تشريفه واستقباله الأنبياء كلهم تشريف ليه وكان من مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم أن جعله إماما لجميع الأنبياء وإفصال بهم فده تشريف للرسول صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء كلها كانوا وقفين أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف أرض المقنص بأنها تبقى أرض المحشر أنها هيبدأ منها النهاية الدنيوية وهتبدأ منها بداية المحشر فكان ربنا عايز يورينا أن الإسلام رسالة عالمية قيمة الإسلام الحقيقية ورسالته في حاجة كمان من الأسباب اللي قدت أن الإسراء يكون من المسجد الأقصى مكانة المسجد الأقصى نفسه إحنا عايزين يعني الحاجة التي تربطنا بالمسجد الأقصى هي الإسراء والمعروب وفي ناس كثير أو يحاولوا يبعدون وينحونا عن هذا الجانب لكن الأقصى هو قبلة المسلمين الأولى قبل ما تنتقل القبلة إلى المسجد الحرام فمن ضمن الأسباب التي جعلت الإسراء إلى المسجد الأقصى أن ربنا عايز يبين لنا مكانة المسجد الأقصى في قلوب المسلمين وهو القبلة الأولى التي صلى إليها الرسول صلى الله عليه وسلم وكمان الأنبياء كلهم كانوا في اقتماع كده في انتظار الرسول صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى أن رسالة الإسلام ربنا عايز يقول هي رسالة على ميا جميع الأنبياء فوقفوا كلهم فصلى بيهم خاطم الأنبياء صلى الله عليه وسلم طبعا لما كانت الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا الهدف من الرحلة ليست فقط الإسراء والرسول سبات الرسول والتسريع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن هي كانت بتتضمى الرسالة للعالم كله تمام ودروس للعالم كله هنرجع للقصة إحنا بعد إذنك عندنا بس تقرير عن الإسراء والمعرج أيضا والدروس المستفادة إزاي بيراها الناس ويستوعبها الناس هنشاهد مع بعض ونتابع التقرير ونرجع لحوارنا على طول جزات ديننا الإسلامي أن إحنا نقدر نطبع العصر الحديث يعني في كل تفاصيل حياتنا فهل يمكن بمفهوم العصر الحديث أن إحنا نكرر الإسراء والمعرج؟ نعم بمعنى إيه بقى؟ أكيد بمعنى مختلف شوية بمعنى هناخدها من نقطتين الإسراء هي السير أن إحنا نمشي يعني أن هي مرحلة أو خطوات مشي بها الرسول صلى الله عليه وسلم فإحنا نستطيع أن نحقق الإسراء في حياتنا بأن نقضي نمشي في قضاء حوائج الناس بأن نكثر من الذهاب إلى المساجد والأماكن لتلقي الدروس العلمية هي السير في سبيل الله بصفة عامة فإحنا كده نبقى حققنا الإسراء في حياتنا والمعراج هو يقصد به إيه؟ يعني كلمة معراج بيقصد بها الصعود فإحنا عايزين نحقق المعراج في حياتنا فهو الصعود إلى الله عز وجل في كل عمل صالح نقدر نتقرب به ونصعد إلى الله عز وجل وما أكثر الأعمال الصالحة التي تساعد وتنتقو يعني أكثرها ويمكن هو درس من الدروس التي تحققت في الإسراء والمعراج وهو فرض الصلاة أكبر حاجة ممكن توصلنا لربنا سبحانه وتعالى بسرعة هي الصلاة من أهم الدروس المستفادة الصلاة لأنها فردت في حادث الإسراء والمعراج فردت بدون واسطة فهي كانت من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى أن الصلاة أول صورة في الكرآن نزلت على رسول صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق في خاتمة الصورة ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب الرسول بيقول له أسجد واقترب فإحنا عشان نقترب من ربنا ونوصل ونعرج إلى الله عز وجل علينا بكسرة السجود والسجود هنا معناها اللي هي إشارة إلى الصلاة فالصلاة هي الحاجة اللي ممكن توصلنا بسرعة إلى الله عز وجل وإحنا في الأيام الفاضلة دي بقى فيه أعمال كتيرة قوي كسرة الصداقات الزكر الله قيام الهن أنا مش عايزة أمر عليها مرور سريع وإحنا في الأشهر والحرم دي عايزين بالعكس نتكلم يعني فرصة إن إحنا نتكلم شهر شعبان بعد أيام وبعديه شهر رمضان الكريم غير طبعا يعني إن إحنا بنسوم بنصلي لو هنرجع إن إحنا بقى نشوف الرسول والصحابة إزاي كانوا بيتعاملوا ونستفيد برضو ونعتبرها دروس مستفادة لأن التعامل مهم قوي لا يقل عن الفروض الأخرى فتدينا كده لو أمثلة أولا هو الدين أو الإسلام بصفة عامة الدين معاملة فأفضل الأعمال اللي إحنا نتقرب بها إلى الله إن إحنا نعمل بالدين بتاعنا والرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعد كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلوب مننا أننا دايما نحكم ربنا سبحانه وتعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل أعمالنا وبكده بنكون فوزنا يعني بلقاء الله عز وجل وفوزنا بمكانة كبيرة عند ربنا سبحانه وتعالى الصحابة ما كانوش بيعدوا آية يقرؤوها إلا ما بيعملوا بيها بيفهموها هل إحنا ناقصنا الفهم حضرتك يعني أحيانا بلاقي كتير أوي بيقولي إحنا ختمنا القرآن مش عارفة كذا مرة كراءة فالفهم برضو لا يقل أهمية عن الحفظ والقراء لكن أهم حاجة أن أنا أفهم أنا بقرأ وأستوعب والأهم من الحفظ والفهم كمان أن أنا أطبق ده إحنا يعني في تصرفات كتير أوي في حياتنا بنبعد قوي عن ربنا وكل ما ده يعني المسافة بيننا والربنا بتبعد قوي وخاصة أن يعني أنا كنت بكلم مع حضرتك قبل الحلقة مساحة البرامج الدينية الموجهة قليلة جدا في البرامج ومساحة أي فقرة دينية بتبقى جزء بسيط جدا من البرنامج نتمنى يبقى فيه قنوات دينية يبقى فيه تفسير للكرآن تفسير الصحيح تفسير بمعانية صحيحة وسطية المعتدلة علماء وسطيين ومتخصصين هم اللي يقوموا بتفسير الكرآن فمحتاجين ده عشان نقدر نطبق بقى ويبقى وإحنا بنقرأ فاهمين إحنا بنعمل إيه كانوا بيكسروا من كراءة الكرآن في الأيام المباركة دي الذكر مطلوب إن إحنا نذكر ربنا سبحانه وتعالى كثير فكل الأعمال الصالحة بنتقرب بها إلى الله عز وجل في هذه الأيام والتعاملات الطيبة حتى لأنهم مش على نفس التوجه أو الديانة لو ناخذ أمثل وتعاملات الرسول صلى الله عليه وسلم أمثلة كثيرة جدا في التعاملات وتقبل الآخر تعاملات الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته مع زوجات متعلمين بتجين نتعلمها معاملاته مع الجيران معاملاته مع لبيك زومن للأعداء معاملاته مع الصحابة كل ده إحنا تقبع لما يواجه صعوبات إزاي ما يستسلمش للحزن وبعدين إحنا فيه درس عظيم جدا نتعلمنا من رحلة الإسراء والمعارج هو الصبر الرسول صلى الله عليه وسلم صبر على الحزن وصبر على المشقة والمعاناة التي تعرض لها من أهل كريش فكان جزاء الصبر أن ربنا كفقوا بتكريم وتشريف أن كل الأنبياء صلوا به ده بالإضافة كمان أن ربنا اصطفى من الأنبياء مجموعة من الأنبياء كانوا في استقباله صلى الله عليه وسلم في رحلة العروج في كل سماء كان هناك نبي يستقبله صلى الله عليه وسلم وكان خير ختام لهذه الرحلة رحلة الإسراء والمعارج صدرة المنتهى عندما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى صدرة المنتهى وهي شجرة عظيمة أويس بيقولوا كده عليها فيها من وصفها مش قادرين يصفها من جمالها فالشجرة المباركة قبلها وصل الرسول صلى الله عليه وسلم وسنع صرير أقلام الملائكة وهي بتكتب في اللوحي المحفوز وربنا سبحانه وتعالى كشف عنه فأن رأى الله عز وجل بقلبه لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يرى بالعين المجردة فرأى ربنا سبحانه وتعالى وهناك فرض الله عز وجل الصلاة وأول ما فردت كانت خمسين صلاة فلما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم وبدأ ينزل السماوات فقابله سيدنا موسى فقال له ماذا فرض عليك ربه قال فرض علينا على أمتي خمسين صلاة في اليوم فقال له ارجع إلى ربك وسأله التخفيف وده من نعمة ربنا سبحانه وتعالى وتعتبر الصلاة هي هدية من ربنا سبحانه وتعالى إلينا ففضل الرسول يرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى لغاية مخففهم وبقوا في الخمس صلوات اللي احنا مفروض يعني هم فرض علينا وكتير قوي بقى بي يتهاون للأسف فيها وما يعرفش أن دي هي أساس الدين وهي الأول حاجة هي حسب عليها المرء يوم القيامة واليسر هنا في أن احنا من خمسين صلاة أن احنا تخفض لخمس صلوات فقط وهي يعني لا تأخذ دقائق ورغم كده هي تقيلة مع أن فيها دروس كمان غير مباشرة يعني غير أنها أمر من الله وهي فرض أنا لما أفضل أتقرب من الله كل فترة كل كم ساعة ده أكيد حيأثر على تعاملاتي على أخلاقي على ضميري يعني أكيد حراجع نفسي غير لما أفضل بعيد عن ربنا هي الصلاة أولا بتنظم يعني كل حاجة في حياة الإنسان بداية من يومه اللي بيبدأ يومه في صلاة الفجر وبيواظب على صلاة الفجر بيبقى باقي اليوم إن شاء الله بيقدر يواظب على باقي الصلوات دي حاجة الحاجة التانية بتنظم لكل أعماله واليوم بيبقى فيه بركة دي غير إنها بتجدد الصلة كل شوية بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى وده من المترديد الصلة يعني من بداية يومنا بيبدأ من الفجر فبنبدأ باستفتاح اليوم بصلاة الفجر بينتهي بعد العشاء بنصلي العشاء بالليل ووعدها بنستقبل النوم فعلى مدار اليوم إحنا بنتواصل مع ربنا سبحانه وتعالى وهي يعني أنا بنصح الشباب وإن كان دي من الدروس المهمة أو الحياتية اللي المفروض نوصي الشباب بيها يحاوزوا على الصلاة لأن الكثير قوي منهم بيتهاون ولما يعني ربنا بيفتح عليه بعد كده ويبدأ يلتزم بيها بيندم على الفترة اللي عدت من حياته وهو بيش بيصلي فدي من الحاجات المهمة اللي استفدنا بيها في رحلة الإسراء الدعية منال مسلاوي بشكر حضرتك مش بس على المعلومات اللي حضرتك ذكرت فيها النهاردة ولكن على الأسلوب يفرق قوي الأسلوب بحضرتك السهل الممتنع أسلوب البسيط اللي بتتكلمني فيه عن معجزات عن حاجات في منتهى الصعوبة عن آيات ومشاهد شاهدها الرسول صلى الله عليه وسلم قد يهي بتتكلمني بسلاسة ببساطة بطبيعية وهو ده اللي بيوصل لقلب المشاهد سواء كانوا شباب أو كبار أنا اللي بشكر حضرتك على لقائك والحوار اللي ضار بيني وبين حضرتك فحضرتك يعني كنت مدييني دعم نفسي قبل الحلقة درسي أول حضرتك ذاك الله خيرا ربنا شكرا لحضرتك مرتين